حي الشباب يحييه الأمل قد لون التاريخ فخرا بالعمل لم يرى الشاعر خيرا من الشباب ليمدحه فاستهل بهم قصيدته وبهم يفيض هذا التقرير حيوية ونشاط هنا في محافظة عجلون وتزامنا مع يوم الأخوة الكشفي اجتمع ما يقارب الخمسين شابا كشافا تحت شعار تثقيف الأقران ومسمى عرفاء الطلائع الهدف الرئيس اعداد قادة شبان للحركة الكشفية عبر جدول نشاطات تدريبية اعتمد على معايير مهنية عالية تصب في صالح التنمية المجتمعية وترعاه وزارة الشباب كما عودتنا وزارة الشباب على أن تخدم الحركة الكشفية وزارة الشباب من خلال البرامج التي نضحها أن تخدمها بتنفيذها انطلقنا بالكشافة من خلال التنمية المستدامة والريادة المجتمعية والإعلام وخدمة التكنولوجيا الحديثة في تطوير الحركة الكشفية في وزارة الشباب نطمح من خلال هذا البرنامج أن نرتقي بشبابنا بكشافتنا أنهم يواكبوا عالم أفضل للكشفية في بواكير الصباح تبدأ الحكاية الانضباط هنا سيد الموقف يبدأ الطلبة بالالصفاف والانتظام ليتلقوا بعدها محاضرات تتنوع بين الإعلام والتنمية والريادة المجتمعية وسواها التي ترفض عقولهم بالوعي الذي يؤهلهم ليكونوا قادة إذ تستخرج طاقاتهم الكامنة ما أمكن لتتلاشى الفروق بين القادة والمشتركين تتنوع الأنشطة وتختلف ولكن الصلاة ها هنا كتاب عليهم موقوتة يتراص ويعتدل ليؤدوها جماعة برنامج تم إعداده من قبل مختصين البرنامج يحتوي على الجانب النظري حتى هم هذولا يطبقوه عمليا الجانب النظري يحتوي على كيف إعداد المخيم كيفية الاستقبال الإعلام الكشفي الحشد والاستقطاب آلية تنفيذ المبادرات كل هذه الأمور سيتم تعاون معها حتى ننطلق تحت شعار كشافة نحو عالم أفضل أربعة أيام كانت كفيلة بإحداث تغيير كبير بعدما خرج الطلبة كما أريد لهم أن يكونوا أكثر وعيا وقدرة على القيادة تعلمنا كثير شغلات عن الكشافة مثل وعد الكشافة وقانون الكشاف تعرفنا على أنواع المواقد وأشكال النيران فلا عناؤهم ومشقتهم راحت سودا ولا بعدهم عن منازلهم كان بلا نتيجة فزملاؤهم هنا أهل لهم ختموا معهم كل ليلة مجتمعين حول نيران الحطب فلا يستفاد منها إلا بنورها أما الدفء فمن بعضهم يستمدونه إلا هنا الذي يرى على سطح الأكتاف إلا هنا الذي